بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه إجابة على سؤال وردنا عبر تطبيق واتصاب أنا أصلي وأخاف من الله وعلى قد ما أقدر أتجنب المعاصي ولكن الشيطان يوسوس لي في الصلاة أعمل ماذا أو أعمل إيه بالله عليك يعني علاج الوسوس بالصلاة أثناء الصلاة الحقيقة أيها الأحبة مشكلتنا غالبا أننا ندخل في الصلاة ولكننا نبقى في الدنيا الصلاة هي أشبه بصلي صلاة مودة أشبه بإنسان غادر هذه الدنيا انتقل إلى مكان آخر مرحلة أخرى زمان آخر تواصل مباشر مع الله سبحانه وتعالى الصلاة هي صلة الإنسان بالله بخالقه فيجب أن تنسى كل شيء طيب كيف أنسى هموم الدنيا ومشاكلها أولا أهيئ نفسي للصلاة أجهز الآيات التي سأقرأها في الركع الأولى والثانية ماذا سأقرأ بعد الفاتحة وأنا أقرأ سورة الفاتحة أترك مسافة ثوان قليلة للتفكير بمعاني الآيات اهدنا الصراط المستقيم أتذكر أن الله قادر أن يهديني أن يحل مشاكلي أن يهديني إلى الرزق الصحيح يهديني إلى الطريق الصحيح يهديني إلى العلاج الصحيح لمرضي لمشكلتي لضيق الرزق إلى آخرين فكل آية تقرأها تتخيل معنى هذه الآية تعيش في تدبر لذلك الله تعالى ماذا قال قد أفلح المؤمنون الذين يصلون لا الذين هم في صلاتهم خاشعون العلاج والخشوع أيها الأحبة والخشوع أعلى أنواع العبادات لماذا؟ لأنها صفة الأنبياء قال تعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الخشوع الصفة رائعة جدا تعالج الهموم في الغرب يستخدمون التأمل يسمى التأمل ينظر إلى شمعة ينظر إلى خرير ماء ينظر إلى غابة مثلا ويجلس هكذا لا الخشوع لدينا نحن المسلمين هو التأمل وتدبر لآيات الله تذكر ليوم القيامة تذكر لعذاب النار يعني عندما تمر على آية تستعيذ بالله من عذاب النار عندما تمر على آية فيها نعيم وأنت تقرأ في الصلاة تتذكر نعيم الجنة تتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى يعني إذا كنت تقرأ من سورة العنكبوت مثلا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت تتخيل وكأن لقاء الله غدا وأنك غدا ستلقى الله لا تقرأ الآيات هكذا صلي صلاة مودع نصيحة الحبيب عليه الصلاة والسلام أعتبر أن هذه آخر صلاة لك من الدنيا لم تفكر بشيء ستفكر بلقاء الله التفكير بالموت شيء مهم وأنت تتهيأ للصلاة فكر أن هذه الصلاة آخر صلاة وستموت بعدها ستتقنها ستتدبر آياتها بخشوع وسوف تنسى كل مشاكل الدنيا أما إذا دخلت إلى الصلاة وكأنك لا تفعل أي شيء كأنها عمل اعتياد يومي تتم ممارسته فقط لأن الله فرضها عليك خوفا من عذاب الله فقط وليس حبا في الله يجب أن يترافق الحب مع الخوف الرغب مع الرهب رغبة بما عند الله وخوفا ورهبا من عذاب الله إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا فلا يجوز أن تصلي يجوز الصلاة جائزة طبعا ولكن لن تشعر بحلاوة الصلاة سيدخل الشيطان ويوسوس لك إلا في حالة واحدة إذا صليت حبا في الله وخوفا من عقابه أما أن تصلي فقط خوفا من العقوبة كأنك تؤدي أي عمل ميكانيكي لن تركز ولن تخشع ولن تتدبر ولن تشعر بلذة الصلاة الصلاة فيها لذة أيضا فيها راحة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبلال سيدنا بلال رضي الله أرحنا بها يا بلال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة